ماذا تقول تيري خلال البلسم اضع البلسم اضع البلسم النقطة بزيت الزيتون نقطة خل اضع ماذا تلك؟ ليس كتب تكمل انتهى اضع اوضع أقضم أسطورة أو ليس أسطورة الحليب يجب أن يكون دافي لكنه ليس ساخن فأنا سأضعه هلأ هون ما رح أخمر الخميرة مع الحليب لا رح أعمل فيها وهي دافية عادي يعني رح أحطها كل شيء فوق بعض في حال كنتوا مش متأكدين إذا الخميرة عنكم شغالة أفضل إنكم تخمروها مع الحليب بالأول هلأ عنا هون أربع كوب طحين طبعا أكيد الطحين منخل بدنا نحط عليه شوية ملح ما تملحوا كثير لأنه الحشوة أو الأشياء اللي بدها تدخل مع الخباز رح تكون مالحة حطينا الملح هلأ بدنا نحط الخميرة الناشفة وبدأ أحط أشوف بس مين حطينا السكر استنى شوي إيش حطيت أنا حطيت طحين حطيت الملح حطيت الخميرة حطينا السكر بدي زيت الزيتون هاي زيت الزيتون تقريبا ربع كوب استعملوا الكوب المعياري في حال أنتم مش متأكدين أنا عن النظر عم بحط ربع الكوب ورح أعجن كله بإيدي ونضيف الحليب الدافئ تدريجيا ماشي ومنظلنا نعجن لتلم معانا العجيب موسيقى لازم طبعا على سطح نظيف أكيد بنطفينه نحنا ترش شوي تطحين وكل ما عجنتوا أكتر كل ما حركتوا مادة الجلوتن الموجودة بالطحين كل ما عطاكم نتيجة أفضل دائما منقول المعجنات عكس الكيك وعكس الكوكيز الكيك والكوكيز ما بيصير نحرك مادة الجلوتن أول ما ينزل الطحين منوقف خلط أما العجين لازم تعجن اللي بيحب على العجانة أوكي دائما نستخدمه الكف من هاي المنطقة لأنه بكون أدفأشي بالجسم بيعطيكم نتيجة فخمة كل ما عجنتي أكتر كل ما كان أفضل شوية زيت أوكي زيت زيتون طبعا لأنه فيها زيت زيتون التعجين بالحليب الدافي رح يعطيها نتيجة كتير طيبة اللي ما عنده أو بيحب يحط حليب بودرة برضو بصير إذا حطيتوا حليب بودرة بكم تحطوا ميدا يعني كوب مي مع معلقتين حليب بودرة هيك صارت لينة ما بتلزق بالإيد زي ما إنتوا شايفين مية بالمية وهلأ رح نحطها في الوعاء المدهون بزيت الزيتون ومنغطيها أكيد منخليها في محل دافي تتخمر يعني خلينا نقول لمدة ساعة لساعة ونص هون رح أحط شوية زيت زيتون مع عشاب إيطالية لأنه رح أدهن فيهم برضو العجين في شوية أعشاب أوكي إيطالية شوية زيت زيتون هذا ندهن فيه برضو العجين أكيد السطح نضيف عنا العجينة ممتازة بتقدروا ترفعوها بتقدروا تتخنوها لأنه زي ما قلت لكم هي خبزة بالنهاية مش فطيرة هلأ بدي أقولكم شغلة أنا اللي هناك إذا ملاحظين كلهم نفس الحجم ليه لأني أنا صراحة استخدمت الميزان كل واحدة وزنها 85 جرام أوكي الكرة هون لأ عم نعملهم على البركة تمام تمام هي شف ديما لأنه أحيانا بيتشتغل بالكيترينج هاي الشغلات لازم أكون دقيقة بصراحة لازم تكون دقيقة بما يخص ما بوزبط كل حب شكل ما بوزبط كل حب شكل ما بوزبط كل حب شكل أما إحنا بالبيت على البركة طبعاً فيش أحلمني البركة يعني نحطها بالفرن أكيد أنا بس دهنها بشوية زيت وبدأ أن أقلي العجينة عليها يلا بسم الله وبدأ أشكلها بهذا الشكل أتأكد أن الدوائر عندنا الحواف مزبوطة مية بالمية قبل الفاصل وهو زيت زيتون وعشاب إيطاليا لأني أريد حتى هذه العجينة يكون لها نكهة زي ما حكينا هاي خبزة مش فطيرة محشية فما بدنا ما يكون لها طعم تمام شوية جبنة أي نوع عندكم أنا صراحة هون استخدمت حلوم ورح أحط شوية زيتون أسود عندي الكالماتا أوليفس رشة زعتر أخضر مفروم ناعم طازة بس أنا فرمته ناعم كتير فأنا يعني دامجة عربي على غربي مش حتى تايم أو أعشاب إيطالية لا أو مثلا زعتر إيطالي لا حتى زعتر البلدي تبعنا مع شوية زيتون وشوية أجبان وبندورة مجففة هذه البندورة المجففة الآن ندخلها على فرن حرارته 200 إلى 210 حم الفرن دائما معجنات خبز حم حرارة كيك وطو 200 لمدة أخذ 12 دقيقة إلى 15 دقيقة نحتاج أول شيء أربع كوبة طحين معلقة خميرة ملح سكر زيت زيتون وحليب دافئ للعجن بعد هيك بدنا زيتون كلمات أسود جبنا بيضة بندورة مجففة زعتر أخضر وبدنا ندهن الخبز ياسمير بشوية زيت زيتون وشوية أعشاب إيطالية موسيقى 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 موسيقى